كورا بيزنس كيف تدار الأندية في الدور الألماني؟ وهل سيتغير نظام ملكية الأندية في الدور الإنجليزي الممتاز؟ في الدور الألماني بوندسليجا يملك المناصرون النسبة الأعلى في ملكية النادي مما يعني أنه بإمكانهم التأثير على أي قرار يتم اتخاذه في النادي لهذا النظام مزايا وعيوب ويعرف باسم قانون خمسين زائد واحد فما هو قانون خمسين زائد واحد؟ وكيف يتم تطبيقه بواسطة أندية الدور الألماني؟ وهل يصلح هذا النظام للأندية الإنجليزية؟ قضية دور السوبر الأوروبي أثرت كثيرا من الجدل حول نظام الملكية في الأندية وخصوصا في الدور الإنجليزي الممتاز حيث أظهرت وبوضوح ضعف صانعي القرار في البلاد والمشجعين على التحكم في مصير أندياتهم فبات ملاك النوادي قادرون على فعل كل شيء يصب في مصلحتهم دون مراعاة تاريخ أو إرث النادي بعد انهيار دور السوبر الأوروبي قادت جماهير مانشستر يونيتد مظاهرات احتجاجية قبل مباراتهم أمام ليفربول الموسم الماضي ضد ملاك النادي عائلة غليزر بسبب مشاركتهم في تأسيس دور السوبر الأوروبي بالإضافة لإدارتهم السيئة للنادي في السنوات الماضية مما أدى لهبوط مستوى النادي وغيابه عن الفوز بأي بطولة لأكثر من خمسة عوام تلك الاحتجاجات كانت هي الأقوى في عالم كرة القدم الإنجليزية منذ فترة طويلة حيث اقتحمت الجماهير ملعب الأول ترافورد وطالبت برحيل ملاك النادي وتشريع قوانين جديدة لطريقة التملك حيث كتبت الجماهير على لافتاتها اعتذاركم غير مقبول خمسين زائد واحد احموا تاريخ النادي في إشارة إلى ضرورة الانتقال إلى نظام خمسين زائد واحد من أجل إعطاء السيطرة الأكبر لمجلس إدارة محايد من الجماهير يتم تكوينه عن طريق المساهمين في النادي تماما كما يحدث في أندية الدوري الألماني تم توقيع عريضة لتغيير قوانين الملكية في بريطانيا احتوت على مئة ألف توقيع مما جعلها مؤهل لتتم مناقشتها داخل أروقة البرلمان البريطاني النظام الحالي للتملك في بريطانيا يعطي الحرية للمستثمرين لشراء القدر الذي يريدونه من أسهم النادي وذلك ما جعل الغالبية العظمى من أندية الدوري مملوكة للاستثمارات الأجنبية حيث أن 12 ناديا حاليا مملوكة لشركات أمريكية وواحد منها مملوك لشركة نفط روسية هذا الأمر لا يمكن حدوثه في الدوري الألماني حيث أن الشركات تستطيع أن تتملك حتى 49% فقط من الأسهم هذا النظام تم تطبيقه في ألمانيا عام 98 وهو ما دفع بالعديد من المستثمرين إلى تجنب الاستثمار في الدوري الألماني رغم قدرته على إنتاج لاعبين من الطراز العالي هذا النظام أدى إلى تقليص كمية الأموال التي تدخل الدوري الألماني لكنه في نظر صانعي القرار يحمي إرث وتاريخ الأندية ويمنع التلاعب من قبل الملاك ويمنع أيضا إهمالهم للنادي حيث يمكن للمساهمين في النادي التصويت بخروج المستثمر في حال اتخذ قرارات خاطئة وهو السبب الرئيسي الذي منع ناديي بروسيا دورتموند وباير ميونيخ من الانضمام إلى دور السوبر الأوروبي أحد خبراء الدوري الألماني صرح لقناة بي تي سبورت قائلا بأن النظام الحالي يحميهم من سيطرة ملاك لا يهتمون بإرث النادي كاكرونكي وغليزر نظام خمسين زائد واحد يدعم تطور كرة القدم بشكل طبيعي بعيدا عن الأموال حيث أن وجود هذا النظام لا يشذب نوعية مستثمرين راغبين في دفع جزء كبير من أموالهم طالما كانوا لا يملكون السيطرة الكاملة على النادي وبالتالي فإن أغلب أندية الدوري الألماني تعتمد على مواردها الذاتية في تطوير الجانب الرياضي أي لن تكون قادرا على شراء لعبين بأسعار مرتفعة إلا إذا كان دخلك مرتفعا ولكي يكون دخلك مرتفعا لابد أن تحقق نجاحات الرياضية بالرغم من ذلك هناك أندية ألمانية تمكنت من التلاعب بقانون خمسين زائد واحد بشكل قانوني كنادي ريدبول لايتسيش فقد تأسس هذا النادي منذ 11 سنة فقط وتمكن من الصعود سريعا بدعم من شركة الريدبول إلى أن وصل إلى الدرجة الممتازة في الدوري الألماني النادي منذ تأسيسه كان مملوكا بنسبة 49% لشركة ريدبول بالإضافة إلى 51% عمال سابقين كانوا يعملون في الشركة نفسها ونسبة لأن هذا النادي يعتبر جديدا فإن عدد المساهمين فيه قليل جدا ويبلغ عددهم 60 شخصا فقط أغلبهم مناصرون لشركة ريدبول نفسها وبالتالي فإن الريدبول تمتلك ضمنيا السيطرة على كل قرارات النادي هذا التلاعب القانوني لا يمكن تطبيقه في نادي مثل بروسيا دورتموند نظرا لعرقته حيث يمتلك عددا كبيرا جدا من المساهمين يستحيل انتماؤهم إلى جهة استثمارية واحدة وبالتالي لا يمكن لشركة واحدة السيطرة على النادي لأنه لا يمكن لأفراد عاديين في الشركة شراء أسهم دورتموند بسبب تكلفتها العالية في حين يكون ذلك سهلا لنادي تأسس حديثا في الدرجات الدنيا أندية الدور الألماني تمتلك ملاكا أغنياء ولكنهم لا يصرفون على الأندية بشكل كبير فعلى سبيل المثال فإن نادي فولسبورغ مملوك لشركة السيارات الألمانية ونادي شتوتغارت مدعوم بشكل أساسي من شركة السيارات مرسيدس بانز عدم الملكية الكاملة للملاك هو ما أدى إلى ضعف المنافسة في الدور الألماني قانون الخمسين زائد واحد أيضا أبدأ بوضوح ضعفه في وقت الأزمات مثل جائحة كورونا حيث طالب العديد بإزالة القانون لتمكين الملاك من إنقاذ الأندية ماليا فأندية الدور الألماني تعتمد بشكل أساسي على حقوق البث التلفزيوني كمصدر دخل لها حيث لا تجد رواجا يمكنها تجني منه أموالا كافية من مصادر أخرى وحتى حقوق البث التلفزيوني تلقت ضربة موجعة أثناء الجائحة حيث رفضت عدة شركات تجديد عقود البث بسبب غياب المنافسة في الدوري فعلى سبيل المثال لم يعد الدوري الألماني منقولا في منطقة الشرق الأوسط للموسم الثاني على التوالي بسبب الاختلاف في القيمة المالية للحقوق والتي تراها أغلب القنوات كبيرة جدا مقارنة بحجم المنافسة في الدوري فباين ميونيخ فاز بلقبه التاسع تواليا والأسوأ من ذلك أنه أخذ مدرب منافسه المباشر على اللقب الموسم الماضي جوليان ناغلسمان كما تعاقد مع أفضل مدافع لديهم وهو دايوت أوبي ميكانو وهو ما يؤشر إلى أن المنافسة ستغيب عن هذا الدوري لسنوات طويلة هل سيتم تغيير نظام ملكية الأندية في بريطانيا؟ الحكومة البريطانية وعدت المشجعين بمناقشة قوانين الملكية ولكن الأمر لم يتم حتى هذه اللحظة لأن المعضلة الأساسية تكمن في أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يريد أن يخسر جاذبيته التي اكتسبها بشكل أساسي بسبب الأموال التي تم ضخها من قبل المستثمرين فأصبحت بين خيارين أحلاهما مر إما فقدان السيطرة على أنديتها وجعل الملاك يفعلون ما يشاءون كدور السوبر الأوروبي في مقابل الحصول على الجاذبية والأموال من الشركات الأجنبية أو استعادة السيطرة على الأندية والمخاطرة بهروب أغلب المستثمرين في مجال الترفيه الرياضي من البلاد شاركون بآرائكم وتعليقاتكم ما هو نظام الملكي الذي تفضله لإدارة ناديك الذي تشجعه لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مرحبا بكم فبدعمكم حتما نستمر